مهمة الطبيب ليست إلا الخدمة وهو حلف اليمين على ذلك ولكنه لا يبالي بيمينه أبدا ويفعل ما يريد نعم ليس جميع الأطباء كذلك رأيت من يخافون الله تعالى لكن أتحدث بشكل عام والناس يختارون الطب بشكل عام كمجرد مهنة والطبيب أغلى أصحاب المهن جميعهم لا تجرى العملية ما لم تقدم له مئات آلاف الروبيات ولا يبدأ العلاج إلا بعد تقديم مئات الآلاف وأصبح الطب مهنة لا يراعى فيها الحلال والحرام يتم التعامل مع الجميع بطريقة واحدة سواء كان فقيرا أم غنيا ولا يعني هذا أن ينهب الأغنياء بكلتا اليدين لكن أين هي المواساة؟ ينبغي على الطبيب مواساة الجميع سواء كانوا فقراء أو أغنياء ويعالجون بطريقة صحيحة ولا يطلب منهم إجراء الفحوصات الطبية إلا عند الضرورة بعيدا عن أخذ العمولة في إرسال المريض إلى المختبر أنت تجبره على دفع خمسين الفروبية للحصول على خمسة آلاف أو تصف له دواء بلا ضرورة ونتيجة لذلك يبقى المسكين يعاني من الآثار الجانبية طول حياته بسبب أخذ العمولة صحيح أنه لا يفعل الجميع مثل هذا ولكن هناك من يقوم بمثل هذا الفعل عليهم أن يخافوا الله ولا يستبعد أن يصيبهم المرض نفسه الذي أصاب المريض ويجبر على دفع مبلغ ضخم عندئذ ماذا يفعلون؟ كما تدين تدان وكما تجاز تجازا ولذا فالتقم بخدمة الأمة الحزينة في مجالك بإنسانية وشفقة وهناك مجالات كثيرة يمكن خدمة الأمة فيها كما جاء في الحديث خير الناس من ينفع الناس الخدمة تكون في جميع المجالات رحم الله حالنا يجب أن لا نأكل إلا حلالا لذلك يبارك لصاحب الرزق الحلال والناس يثقون به وفي التعامل معه يا ليت قلوبنا تكون قلوب أهل المواساة نواسي الجميع في جميع المجالات ونخدم الأمة الحزينة إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم